لم يعتقلوا ويزجوا بهم في السجن بل شيد الاحتلال السجن حولهم هم أفراد عائلة حامد من قرية دورة شمال محافظة رام الله والبيرة هكذا حاصرهم الاحتلال في عقر دارهم باستكماله جدار الفصل العنصري قبل أيام ليصبح بيتهم جزءا من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيرة وليقضوا لياليهم وحيدين وسط خطر الاستيطان الموحش احنا بننا في الثمانية وسبعين ما كانت المستوطنة المستوطنة في التسعة وسبعين وكبل منسكين وكفونا وكنا نأخذين رخصة من الإدارة المدنية أن نبنيه هنا الأرض بعدها أجل قرار أنه في مستوطنة وكفونا من البناء وبعدها رفعنا محامي وعساس معانا رخصة منهم كملنا البناء بس ممنوع نضيف ولا إشي عليه أجل اليهود وبلشوا يحطوا في الجدار لا أخذوا يعني ما بلغونا أنه فيه جدار أو إشي إنسانية الاحتلال التي دفعته إلى الإبقاء على الجدار مفتوحاً في الجهة المقابلة لبيت حامد هي ذاتها التي تدفع الجنود إلى تفتيش أهالي البيت عند الدخول والخروج في معظم الأوقات ومضايقة أطفالهم عند الذهاب والإياب من المدرسة وإنسانيته أيضاً دفعتهم إلى إفلات الحيوانات المفترسة كالخنازير على البيت بهدف إفراغه من أهله أخذوا أخوي واخذوا من أخوي العشو وأخذوا من أبن عمي هوية إنه يطوموا الجدار أمني عشان بطلنا نشوف السيارات ونشوف حدا لو احتاجوا أي شيء يطلع في السيارة طبعاً لازم يتفتشوا السيارة وهويات وبعدين إذا أحنا كبار ونجي نطلع هم بمنعونا عبما يفتشونا والصغار إن ما طلعناش معاهم عشان نطلعهم ونجيبهم المدارس يومياً يومياً من شهر هذا الحكي بسير لازم نطلع واحد كبير إذا ما طلعناش بيمسكوهم بضربوهم ضربوا أولادي بسرقوا منهم برمو شنتاتهم على الأرض بكبوا كتبهم على الأرض قدام كل الناس المفارقة أن المستوطنة هي من كانت ضيفاً غير مرحب به على عائلة حامد وليس العكس حيث شيد البيت قبل بناء المستوطنة التي ابتلعت جزءاً كبيراً من أراضي مدينة البيرة والقرى المحيطة بها ثم بنى الاحتلال الجدار حفاظاً على أمن وسلامة مستوطنيها نحن عايشين من الثمانية وسبعين مش رح نطلع ولا بنفكر أن نطلع ولا أي تحت أي ظرف سكروا الجدار فتحوا الجدار لو بنظن عايشين هنا لآخر يوم موجودين فيه مش رح نطلع من البيت هذا لأن نحن تربينا فيه وعشنا فيه وأخلاقنا بتسمحش أن نفلت أراضي ونطلع منها يشار إلى أن الاحتلال اقتنص فرصة اشتعال حالة من الغضب الفلسطيني رداً على القرار الأمريكي بشأن القدس وباشر باستكمال الجدار العنصري الذي سيسلب بعد الانتهاء منه دنومات من الأراضي من أصحابها الجدار من أمامهم والمستوطنة من خلفهم هذا هو حال عائلة حامد بعد استكمال جدار الفصل العنصري هنا حول مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي البيرة البيت الذي بناه أهله بعرق جبينهم حجراً على حجر قبل أن يفكر الاحتلال حتى ببناء المستوطنة بات سجناً كبيراً محفوفاً بالخطر من مدينة البيرة وفاء عاروري تلفزيون وطن موسيقى اشتركوا في القناة